تسع علامات تدل على أن جسمك قد لا يكون متوافقاً بشكل صحيح مع اللحوم مرحباً أيها الأصدقاء الرائعون بالنسبة لكثير من الناس من الصعب مقاومة إغراء شريحة لحم مطبوخة بشكل جيد أو هامبرغر على رغم من حقيقة أن اللحم مليء بالمواد المغذية فإنه يحتوي أيضاً على عدد من المواد الطبيعية والسموم الكيميائية والدهون المشبعة والعناصر التي من الصعب علينا هضمها تناول الكثير من اللحوم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة من زيادة خطر مرض السكري إلى أمراض القلب وحتى السرطان بحثت قناة هل تعرف عن علامات تشير لأن الجهاز الهضمي لا يعالج اللحوم بشكل جيد وقد حان الوقت لعادة النظري في نظامك الغذائي دعنا نرى كم من هذه الأشياء التي كنت تعاني منها تاسعاً اللمساك لدينا جميعاً أنظمة هضمية مختلفة وهي تسنى دول علم الوراثة والعادات الغذائية اعتماداً على قطع اللحم بعضها الغني بالدهون وتستغرق الدهون وقتاً أكبر لهضمها في الجسم ولهذا السبب يمكن أن تسبب عصر الهضم في اليوم التالي وقد يكون الامساك ناتجاً عن الحديد المرتفع الموجود عادة في اللحوم الحمراء لحم البقري أو لحم الغنم أو ما شابه من اللحوم بالإضافة إلى ذلك اللحوم الحمراء منخفضة في الألياف وهو أمر ضروري لحركات الأمعاء العادية نصيحة لك تكشف بعض الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من فرص إصابة بسرطان الأمعاء حاول تناول اللحوم الحمراء فقط بكميات معتدلة 100 إلى 200 جرام فقط مرتين في الأسبوع مع كثير من الخضروات أو الحبوم حاول تجنب أكل الكبد والكليتين وقم بتبديلها بالمأكلات البحرية أو الدجاج واختر اللحم المسلوق على اللحم المقلي ثامناً الشعور باستمرار الجوع إذا شعرت بالجوع طوال الوقت على الرغم من أنك قد نهنت وجبتك للتو فقد يعني ذلك أنك تعاني من الكثير من البروتين عندما لا يكون لديك ما يكفي من الكربوهايدرات ينخفض سكر الدم في جسمك ولا تقوم بإنتاج مادة السيروتونين المنظمة للمزاج وهي المادة الكيميائية التي تجعلك تشعر بالجوع نصيحة لك إذا كنت تدرك أنك تشعر بالجوع دائماً فحاول تناول وجبة خفيفة من اللبن الزباد اليوناني مع توتي والحمص مع المفرقعات المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلاً من تناول شطيرة حاول قطع اللحوم لعدة أيام ومعرفة ما إذا كنت تشعر بأنك أفضل سابعاً الهالات السوداء تحت العينين لا تنخدع على افتراضي أن الهالات السوداء تحت العينين تنبع من قلة النوم والتعب اتضح أن عدم هضم اللحوم بشكل صحيح يمكن أن يعطل روتين جمالك إذا حصلت عليما كثيراً خاصة بعد يوم من تناول اللحم فهذا يدل على أن اللحم لم يتم هضمه جيداً وتسمح بطانة القناة الهضمية اختراق جزئات اللحوم من خلال جدار الأمعاء واليمين في مجرى الدم الغير مهضوم وتعتبر بمثابة غزات وسيحاول الجسم أنتاج أجسام مضادة معينة للقضاء على المادة الغريبة وقد يكون رد الفعل على ذلك هو الهالة السوداء تحت العينين ويعراض عادة ما يتم تجاهلها من قبل العاملين في مجال الصحة سادساً ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم فقد يكون ذلك علامة على أن الوقت قد حان لخفض اللحم تختوي اللحوم المصنعة والمطهية على مستوى عالي من الصوديوم لأنه يتم معالج تغاوة ذويبها والحفاظ عليها بالملح إلى جانب ذلك تحتوي لحوم الدجاج واللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبهة كل هذه يمكن أن تؤدي لتفاقم ارتفاع ضغط الدم وحتى تطوير مرض القلب التاجي مصيحة لك حاول تقليل كمية اللحوم التي تتناولها تناول الخضارة بدلاً من ذلك إذا لم تستطع المقاومة حاول تناول اللحوم الخفيفة والمأكلات البحرية لأنها عانة ما تكون أقل في الدهون خامساً رايحة الفم الكريهة ورايحة الجسم تجربة رايحة الفم الكريهة ورايحة الجسم هي علامة على أن جسمك لا يهضم اللحوم بشكل جيد إذا لم يتم هضم اللحم جيداً ستعود رايحة الكريهة إلى الجهاز الهضني ثم تشق طريقها إلى الجلد والتنفس إذا كنت تغاني من هذه المشاكل الغير سرة حاول تناول الإنزيمات الهضمية للمساعدة في كسر اللحم حتى لا يترى كما في معاك رابعاً ضعف جهاز المناع عندما لا يستوعب جسمك اللحم بشكل صحيح قد تصاب بالمرض أكثر من المعتاد ويمكن أن يتأثران يظامك المناعي بسبب الموجود في اللحم الحمراء وهو السكر الطبيعي ومن الصعب جداً على أجسامنا أن تهضمه يتم منتاج هذا السكر عاد من قبل الحيوانات الآكلة لللحوم ويسمح لهم بذلك للحفاظ على وجباتهم الغذائية أجسامنا لا تنتجها ولهذا السبب تتعامل معها على أنها مادة غريبة مما يؤدي لرد فعل مناعي سام يمكن أن يسبب هذا التفاعل الكثير من المشاكل حيث يكون السرطان هو الأكثر خطورة نصيحة لك حاول الحصول على المزيد من الطعام المغذي مثل الكانوة والمكسرات والخضروات الخضراء والفاكهة لأنها توفر مضادات الأكسادة الأساسية والألياف والبروتين وأنها تضمن تلبية جميع احتياجاتك الكلية والمغذيات الدقيقة لذلك إذا كان عليك تناول اللحوم تأكد من موازنتها مع الطعامة الصحية المدرجة أعلى كطبق جانبي أو صلطة لا تنسى بعض التمارين الرياضية وما يكفي من فيتامين دال لدعم جهاز المناعة لديك ثالثا التعب إذا كنت بعد أكل اللحوم تشعر بالبطء الشديد أو التعب فلا تنزعج لأنه سلوك طبيعي هذا يعني أن جسمك لا يهضم اللحم وأنه ببساطة عالق في أمعائك عندما تكون عالقة فلا تحاول كل طاقتك إلى الجهاز الهضمي أيضا تشعر بأنك تحمل شيئا مثل لبنة فيها معائك لأيام بعد أكل اللحم فقد حان الوقت للتبديل تماما إلى شيء أخضر وطازج مثل الفاكهة والعصائر الطازجة والخضروات النية ثانيا الغثيان الغثيان هو أخذ الأعراض الشائعة لعدم هضم اللحوم بشكل جيد لأنه يمكن أن يكون رد فعل على البكتيريا في اللحوم تجد بعض نساء الحوامل أن تناول اللحوم يجعلهن يشعرون بالغثيان الشديد قد يكون ببساطة أيضا أن شيئا ربما جهازا فوق طاقته في جسمك يرفض اللحوم نصيحة لك إذا كانت تبديل إلى السلطانة يساعدك وتشعر بالغثيان أو تعاني من تقلصات ما بين 4 إلى 26 ساعة بعد تناول اللحوم فيجب عليك مراجعة الطبيب على الفور أولا الانتفاخ تعد منتجات اللحوم واحدة من أصعب الأطعم التي يستهلكها جسم الإنسان لأن البروتين الموجود في اللحوم خاصة اللحوم الحمراء يصعب عليه أن يتحلل وهذا يمكن أن يسبب الانتفاخ كمية كبيرة من الأطعمات الدسمة مثل اللحوم تجعل معادتك بطيعة الهضم بما يسبب أيضا الانتفاخ أو عدم الراحة يمكن أن يؤدي الهضم الغير سليم للحوم إلى تراكم السموم في الجسم نصيحة لك بدلا من اذهب لشريحة لحم اذهب للأسماك أو الدجاج هذه المنتجات الحيوانية أسهل لك للهضم دائما الخضار على البخار أو الخام كطبق جانبي أو الصلطة إذا توقفت عن أكل اللحوم فستتخلص على الأرجح من الانتفاخ إلى الأبد هل تأكل اللحوم يوميا؟ هل من الصعب عليك التقليص؟ شارك إجابتك في التعليقات أدنى شكرا للمتابع تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على إقونة الجرس ستكون على يقيننا كل الأصدقاء هناك ومن ثم ستحصل على الشعارات بالإصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع اشترك في القناة ومن ثم ستكون على أمر جديد وممتع